هنتابع مع حضراتكم نادي الزمالك اللي هيواجه الاتحاد السكندري ويكمل الزمالك مشوار تقلقه ويؤكد استحقاقه للدوري اللي حسموا بشكل كبير رسميا بعد هزيمة بيرميدز بارح من فيوتر افسي موسم قوي وحماسي قدر فيه الزمالك انه يلفت انظار الجميع بشكل كبير جدا موسم كمان شفنا فيه يمكن في الاول كان فيه صراع على القيمة بين الزمالك و بيرميدز ويخرج الاهل من المنافسة خلونا نقترب اكتر من هذا الموسم الاستثنائي للدوري المصري الممتاز مع ضيفنا اللي منورنا في الستوديو لأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي صباح الخير على حضرتكم صباح الخير يا صدر زي ما بنقول يمكن الزمالك قدم موسم استثنائي هذا الموسم شايف كلمة السر هنا ايه؟ هل فريرة؟ هل النجوم الشباب برضو اللي احنا شفناهم اداء كبير من زيز ونيمار؟ يعني شفنا شكل مختلف للزمالك في الدوري لا هو في الاول هو عنده استقرار فني طبعا هو مغيرش المدير الفني في نص الموسم جاي بمدير فني على خبرة ومعارفة دي الولاية التانية بالنسبة له بالنسبة لناد الزمالك يعني هو جاي في 2015 اغلبية النجوم اللي موجودين هو اعرفهم كويس فبالتالي هو عنده خبرة اتنين بيعرف يتعامل ازاي مع اللعب المصري ما عندهش فكرة ان هو يحول اللعب المصري اللعب اجنابي يعني في كل حاجة لا هو عارف هيتعامل معاه ازاي هيحتويه ازاي هيبدأ يشتغل معاه ازاي هيبدأ يعالج مشاكله ازاي فبالتالي فريرة هو الاستقرار الفني الكامل اللي هو موجود عنده مجموعة من النجوم اللي هو ما غيرهمش او ما اضافش عليهم جديد يمكن هو كان عنصر واحد اللي دخل له اسفة جزيرة لكن الكل كان ثابت ما عندهش نسبة اصابات كتير ما عندهش اجهاد لا اجهاد زهني ولا اجهاد بدني ولا مشاركة في عدد كبير من البطولات ولا دخول في عدد كتير من المباريات اللي هي تخليه اللعبة بتاعته بتعاني من الاجهاد حتى نسبة المشاركين مع المنتخب كانوا معروفين عدد محدد يمكن زيزو لما دخل المنتخب ما شاركش زي مثلا احمد ابو الفتوح اللي هو كان عنصر اساسي مع كيروش فبالتالي كل العوامل دي تخليه كفرقة مستقرة فنيا كفرقة نجومها فيقين بشكل كبير قوي ده بيخليه ان هو يحرز البطولة المفضلة اللي هو بينفس عليها او عايز يدفع عن اللقب بتاعه فدفع عن اللقب لان هو كان حامل اللقب قبل كده فدفع واحتفظ به بالاضافة الى انه استعاد الكاس القديم يعني قرار اعادة الكاس القديم جاي لصالح الزمالك لان هو كان قضابه ماتش واحد مش ماتشين فوصل للنهائي فاز على المنافس التقليدي فاحتفظ بالمتلطين فبالتالي هو العوامل كلها كانت مساعدة للزمالك ان هو يحتفظ باللقب ويفوز باللقب هاستمر بهذا الاداء في المواسم القديمة يعني شفنا موسم استثنائي لزمالك نعوق يعني هل تراهن ان هو برضو يفضل بنفس المستوى لا كل بص بقى كل موسم وليه العوامل المحيطة بيه ما تقدرش تحكم على الموسم الجاي زي الموسم ده ليه لان تغيرات الفرق كتيرة مش هنتكلم بقى على المنافس التقليدي لا انت عندك فرق تانية طلعة وطلعة بقوة يعني ما تيجي تتكلم عن فيوتشار فيوتشار حقق ده اول مرة في الدوري حقق اهداف كتيرة جدا بالنسبة له اللي هو ايه انا فصت بكاسر ربطة في اول بطولة اول نسخة اتنين انا دخلت مع الكبار في المربع الدهل اللي انا رايحه ثلاثة انا رحت افريقيا كونفدرالية فدي قوة قروية طلعلك هتبدأ تعمل لك تغير في شكل البطولة بيرامدز برضو اه 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 ما عملش جديد بالنسبة له السنة دي لانه هو اعمل ايه كان بينافس على المركز التالي طلع المركز التاني اه راحكم فدرالية زي السنة اللي فاتت فدي برضو قوة قروية انت اه 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 لازم تبصي لها هبص على سموحة هبص على طلاع الجيش فيه فرق جايا لك هتبدأ طب الاهلي والاهلي ده طبيعي انا بكلم بعيدا عن الاهلي لكن انا بكلم على الفرق اللي هتبدأ الصعدون الجدد اه اللي هتبدأ تنافس على البطولة السنة الجاية دي هتلاحظ ان الامور مش هتبقى سهلة لا بالنسبة للقالي ولا هتبقى بالنسبة للزمال لكن مكتسبات الزمالك من الدوري السنة دي واللي حصل يعني احنا نتكلم مثلا عن تجديد الفريرة بنتكلم عن طبيعي الراحيل لبعض الاسامي الكبيرة او لا يعني زيزه مثلا فيه عرض من القطري برقم كبير جدا لا زيزه مش هيمشي زيزه لسه عاده ممتد بصي اي لعب في نادي الزمالك عشان يمشي لازم يبقى موافقة نادي الزمالك حتى لو انت عاق العرض ده جاله هو شخصيا لسه بعيدا عن لسه ما حصلش كلام معك جاله بصي جاله عروك كتير جدا مش هيقضى زيزه كلعب زكي لعب شاف الاحوال بالنسبة لللعبة اللي هي كانت نجوم في الفرقة وتصرفت من طلقاء نفسها ايه اللي حصلها فبالتالي هو مش هوعف نفس الغلطة هو لازم هياخد موافقة نادي الزمالك يعني لو عايز يروح جاي له عرض بمليون دولار والزمالك ممكن يستغنى عن حد من العباد هو عمل صفقتين اعتقد الصفقتين الصفقتين اللي هو عمله في الفترة دي يعني هيفرقه طبعا لكن مش هيقدر يستغنى عن العناصر الرئاسية زي زيزو زي أحمرة بالفتوح زي سيف الجزيري يعني فيها زي امام عشور في مجموعة كده هو بيرتكز عليها فمش هيقدر يغير فيها كتير لكن انا بتكلم على مبدأ التفاوضات اللي هو ايه لو لاعب جاي له عرض انه يمشي وعقده ساري او حتى عقده من ساري لازم هياخد موافقة النادي لان هو هنا النادي هيساعده انه العرض بتاعه يبقى اعلى وبعدين عنده نمازج اعتقد انه كل العامة ابرز العناصر الشابة اللي الزمال كرهن عليها وتعتقد انه هو حسام عبن جيد لعب كويس جدا عنده سيد نمار لعب كويس جدا سيف جعفر لعب كويس جدا ابن حسامة نبيه لعب كويس جدا فيه مجموعة كده ده كلمة سترف النجاح بلإضافة لفريرا ست شباب دول هو فريرا اعتمد علوم بشكل قوي جدا فبالتالي دعم فرقيته هو مطلع مجموعة تانية مع التوليفة بتاعة الاساسيين اللي هو حافظ عليها هتلاحظ ان هو ما بيغيرش كتير في القوام الرئيسي في نفس الوقت انت اللعيبة نفسها عندها دافع ان هي تحافظ على اللقب مع وجود ادارة طبعا هو عارف قوة الادارة خليباقي الادارة في العقوبات ما كانتش بتستنى يعني اي لعب عمل حاجة هو شايف ان هي مش كويسة فكان بيطلع العقوبة على الهوى يعني فلان ده انا عقبته بكذا فلان ده انا عقبته بكذا العقوبة السريعة بتخلي اللعب يبقى عمل حساب الادارة ان هي انا لو عملت حاجة مش هتاجم الادارة هتعاقب والبعدين هو باصص على اكتر من اللاعب كان نجم كبير وتعاقب فبالتالي ده بتعمل نوع من الانضباط داخل هي اقدرت نت زمالك الحقيقة رهنوا عالشباب واعتقد انهم كذبوا الرهن بشكل كبير اي حد بيران على الشباب بيكسب يعني ما هو برضو الآلي رهن على مجموعة كبيرة جدا من الشباب المهمة بتاعة شباب الآلي اصعب من مهمة شباب الزمالك مهمة شباب الآلي ان القوة العناصر كلها الرئيسية لشباب الآلي كان عندها مهمة واحدة بس ان هي تقدر تنفذها خلال الفترة ان هي تدافع عن النادي الآلي بحس انه يحتفظ بهذا المركز ولو قدر ياخد التاني أهلا وسهلا لكن العناصر دي كان على مهمة صعبة جدا للنادي الآلي خلال الموسم ده شايف ازاي اللي جاي للأهلي يعني هيعوضوا اللي حصل في الموسم ده اللي حم نتكلم على صفاقات جديدة مثلا تدعيم لخط الدكاعة نتفق على مبدأ الأول ايه اللي خسروا الآلي في الموسم ده يعني ايه الخسائر بتاعة الآلي في الموسم ده اللي هو ايه اللقب لتاني مر هي دي الخسارة الوحيدة الحاجة التانية وأداء غير موفق مش بس اللقب يعني بص الأداء ده نتيجة العوامل العوامل دي احنا متفقين على من 2019-2020 اللي هو ايه انت لعبت اربع سنين كاملة بنفس الفرقة دي فده إجهاد زهني وبدني الفرقة واعت منك لعبت كاس عالم لعبت طولة أفريقيا لعبت منتخبات لعبت دوري لعبت كاس قديم لعبت كاس جديد يعني عندك ايه عوامل لكن فبالتالي الأداء لازم يظهر كده لكن انت خسرت ايه السنة دي الدفاع عن اللقب البعض بيشوف ان المركز التالي ده نوع من الخسارة الرهيبة يعني ازاي الاهلي بفتالي سوارش سبب في الخسارة دي ولا هو ما ينفعش يتحمل لا ما اقدرش يحمله لونه انا باتكلم على على النظر لكن الراجل بقى له جاي من شهر شهرين مع فرقة وتعتقد هيكمل ولا ماشي لا يكمل لانه مفروض ان انا مديلك او انا مديلك العناصر الرأسية عشان تنفس بي انا مديلك مجموعة من الشباب كان مفروض قاعدين بيفسحوا عشان عندهم بطولة جمهورية فجبتهم انا حفظت على الهدف اللي انت عايزه لكن انا بتكلم الاهلي نهاردة راح بطولة افريقيا لو ما راحش راح دور رابطة الابطال دور الاثنين وثلاثين بيبدأ يتكلم هو وصيف النسخة اللي بقى قبل كده اتنين حافظ على قوته وحافظ على الفرقة بتاعته بقرار اللي هما ريحهم خالص عشان عنده منصم جديد ده قرار لكن انا الاهلي بالنسبة المركز التالت اللي احنا بصله الواخصارة كبيرة جدا بالنسبة لانه هو دايما بيبقى ايه في المركز الاول فما ينزل للتالت في دوري كل اللي بيعمله انه بيأهله الاهلي على فكرة غريبة جدا مثلا فرق زي طلع الجيش وصموحها ما هو ده زي متش الاهلي المركز السابع دي كانت اغرب حاجة اللي انت لازم تلاحظين الاهلي في المركز التالت قدامه بيرامز بينه وبين بيرامز زي الدين ثلاث نقطة ايه او اربع نقطة فما عندوش خسائر كتير الرهان على الاندية الجديدة انا فاكر وانا صغير كان فيه فرق كتير جدا كان فيه ناس بتشجعها انا زي الترسانة مثلا ويوم بعد يوم النوادي بتختفي يفضل وصيفة القمة الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي النهاردة بنشوف اه بيرامز بنشوف فيوتشر بنشوف البنك الاهلي بنشوف سراميكا كيلو باترة هل تعتقد ان في يوم الايام اه ممكن المعادلة دي تتغير اه هقولك على حاجة مفيش فرقة بعد يعني السنة دي اعتبرها خلاص احنا قفلنا السنين الجاية مفيش فرقة هتقدر تسيطر على الدوري اكتر من مرتين اه ليا لان القوة القروية والنظرة التغيير اللي بيحصل التغيير التغيير في منظومة كرة القدم ايو ان انت بس خلي بالك هو تغيير بسيط احنا لسه ما رحناش للتغيير اللي هو يخليك زي اوروبا اللي هو ايه ان انت تخسخص الاندية وكلها انت دلوقتي النادي الاهلي تغير بقى شركات فيوتشر شركات برامنت شركات سيراميكا كولوباترة فاركو كل دي شركات فانت النهاردة رايح لقصة تانية الاندية سرأس المال ممكن يلعب دور هنا برضو يا فانت يعني الاندية دي ممكن تكبر ممكن تعمل تشير لعبينه مش راس المال يعني مش راس المال بس مال الادارة الادارة طب الانفية الادارة برضو ايه انا عندي راس مال ممكن ايه ما يحق برامنت كان عندي راس مال بس ما حاعلوش بطلاط ايه لكن هو الفترة الجاية بقى بس خلاه وصيف واول مرة وهو نادي أصلا بقاله كم سنة. معني برضو ناخد الجملتين. لا. الوصفة ما تدلكش. لكن لازم ما يبقى عندك راس مال وعندك إدارة تاخد اتنين. تاخد بطولة وتصنع فات. الإدارة الجيدة مهمة جيدة. تطمع الفارق لكل تأكيد. فانت النهاردة هتلاقي عنده. لو قرنت بيرامز بفوتشر. يبقى فيوتشر رقم واحد في الإدارة. لأنه ايه. في نص سنة عمل تحقيق أهدافه أكتر. اللي هو ايه. دخل مربع ذهبي. خد بطولة فعلا اللي هي كاسر ربطة. راح أفريقيا. طب الأهلي محتاج صفقات جديدة وجهة نظر. آه الأهلي هيبدأ بس مش صفقات. ممكن في رمضان صبحي أبدو رغبته في العودة طبعا لكن ده يعني موضوع لسه. الأهلي في القد الصيفي مش هيجيب صفقة اللي هي الصفقة اللي تقدر تتكلمي عنها اللي هي خارجية كل تركيبة الناد الأهلي دلوقتي. مع شركة الكورة اللي هو اعملها. اللي هو ايه. أنا اجيب صفقات السسمارية وصفقات بطولة. فهتلاقي القد الصيفي لسه ما عندهش العائد المالي. هيجيب كلها صفقات داخلية. يعني ياخد من فيوتشر. ياخد من سراميكا. ياخد من الفرق دي. القد الشتوي اللي هيفرق مع الناد الأهلي. لأنه هيكون بقى حقوقه خلاص. بقى الحقوق التجارية. بقى الحقوق البس التلفزيوني. بدأت مداخل الشركة تكبر شوية. عنده فلوس كتير نتيجة لأعراض لعيبة. نتيجة لبيع لعيبة. فهتبدأ قد الشتوي تبدأ يبصي على الصفقات. طيب. أخيرا من يونعتد وليفر بول ومحمد صلاح مبارح سجل هدف وطبعا المباراة انتهت لصالح كده يرجو مكلوب لازم يمشي. لأنه لفربور في المركز 16 مش ممكن يعني. محمد صلاح بشكل كدير بقى هدف. أعتقد 11 مباراة قدام من سيتي جاء فيهم 10 أجوال. هدف التاريخي لليفر بول ده من يونعتد. وإحنا بنتكلم طبعا أنه يعني 19 دوري لليفر بول و20 دوري لمن سيتي. ف أعتقد أنه ليفر بول لسه. إحنا الدوري الإنجليزي معودنا على فكرة في بدايته بيبقى بالشكل ده. يعني البعض بيشوف أن ليفر بول ممكن إزاي يحصل. لكن ليفر بول لسه الدوري الإنجليزي دائما هتلاقيه في تقلبات يوميا وكل أسبوع هتلاقي. وكل أسبوع هتلاقي محمد صلاح برضو عمل إنجاز أكتر من إنجاز اللي هو بيعمله. فأنت لسه قدام تنافس قوي جدا. يعني حتى الماتش بتاع نيو كاسل ومانشستر سيتي. أنت قاعدة مستمتع بهذا التنافس والأهداف اللي هي بتيجي في لحظة. وقدرة نيو كاسل إنه هو يحرج مانشستر سيتي اللي هو فائز من بطولة. فالدوري الإنجليزي لسه ليفر بول جاي ولسه محمد صلاح طبعا عنده مهم خاصة مع غياب مانين. فعليه العبقة أكتر وعليه النظر أكتر في البطولة دي بالذات أو النسخة دي بالذات. صحيح. تقدر تعول يعني تقدر تراهن على محمد صلاح في فترة اللي جاي. لا في حاجات كتير. محمد صلاح مش كلائب كرة بس محمد صلاح ليه أدوار اجتماعية كتير وله أدوار إنسانية كتير وله أدوار مع الشباب كتير. أنا بتكلم على ليفر بول طبعا. لا مع ليفر بول هو هيبقى قائد التاريخي بالنسبة ليفر بول يعني. هو على فكرة هو دوره في الفترة الجانة هيبقى المهام عليه أكتر العين عليه أكتر. المساعدات اللي عملها للفرقة هتبقى أكتر. فمحمد صلاح مش هيكتفي بس إنه يبقى الهدف التاريخي بالنسبة ليه. هيكتفي إنه لازم هيوصل ليه القائد التاريخي بالنسبة ليفر بول. وأعتقد إنه يمكن ده مبارح بين في المواردش مبين من يونايتد وليفر بول بشكل كبير. هو مؤثر على زملائه بشكل واضح يعني. مشكرك شكراً جزيلاً. نتزد تاريخ رمضان. الناقض الرياضي. شكراً على وجودك معنا والتحليلات الكروية اللي دايماً يعني في الجول. شكراً جزيلاً على وجودك معي.